اعلنت وزارة صناعة والتجارة وسياحة تنظيم منتدى استثمر في البحرين 2016 برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في الثاني من نوفمبر المقبل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وقال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالوزارة عبدالكريم الراشد ان عدد المشاريع الصناعية التي سجلتها الوزارة عبر الاعوام الخمسة الماضية تم استقطابها من خلال منتديات استثمر في البحرين بلغ 48 مشروع صناعيا باستثمارات تفوق 60 مليون دينار ومن شأن تلك المشاريع توفير ما يفوق 2000 فرصة عمل في مجالات صناعية مختلفة وسيقدم المنتدى مشاريع منوعة في مجالات صناعية وعقارية وسياحية ومالية وفي مجال التجارة الالكترونية حيث يجتمل برنامج المنتدى على عرض حول الفرص الاستراتيجية المتاحة للقطاع الخاص والمرتبطة بمشروع السكك الحديدية الخليجي كما سيتم تقديم عرض لفرص الاستثمار في البحرين وعرض آخر بخصوص الفرص الاستثمارية العقارية من تقديم شركة ممتلكات وشركة البحرين للاستثمار العقاري إداما ويسعى منتدى الاستثمر في البحرين إلى تبيان أهم المزايا لاستثمارية لبيئات العمل التجاري المختلفة وصورة الاقتصاد الوطني المنتدى يضم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل البحرين وخارجها للكشف عن أحدث الفرص الاستثمارية في المملكة التفاصيل في تقرير زميل محمد لرشدت مقطوعة استثمارية تناغم إطارها لتبوحة بما راقى لأجدر السياسات الهادفة رسمه أمام الناظر للتوليفة المقننات التي باتت تقطن جسد الاستثمار الذي لا يهدأ نشاطه ولو لبرهة من الوقت كانت سليم البنية ذو بيئة خصبة تدعو من رغب في إيجاد مبتغاه المتمثل بمحيط سماء قوانينه رحبة توفر فرصا ذات جدوى تختصر الوقت على المستثمر في إمضاء أهدافه الموضوعة وقطف عوائدها الإيجابية بالشكل الذي يوائم صقف طموحاته استثمر في البحرين دعوة بالفم الملآن يجود بالكشف عن فحواه البراق منتدا اقتصادي يميل نحو إبرازي ما هي الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تفيد بها بشكل مستمر أرض المملكة التي تغدف بأنجع القطط والاستراتيجيات المثلة الرامية إلى تسريع وطيرة المشاريع الاقتصادية بشكل مرن تكون قادرة على التأقلم مع الأجواء الاستثمارية كافة وبمجالاتها المختلفة العامل الرئيسي هو المنظومة التشريعية التي موجودة عندنا التي ما زلنا نستحدثها فهذه يتميز القطاع المالي في البحرين في المنطقة العامل الثاني هو البنك المركزي وسمعة الطيبة وقدرته على تجاوز التحديات في السابق ومتانة قوة البنوك المحلية في البحرين فخبرة البنك المركزي هو مصطر قوة وعامل يبرز القطاع المالي العامل الثالث والأهم أظن وهو الكوادر البشرية الموجودة في البحرين القطاع المالي اليوم لو ننظر له يوظف تقريباً 14 ألف عامل من ضمنهم 70% بحرينيين لمجلس التنمية الاقتصادية أيضاً دور هام وفعال والمتمحوري حول توسيع نطاق صدر رسالة الوطنية التي يحملها منتدى استثمر في البحرين بالشكل الذي يصب في صالح قطاع مالي متوقد لا يصاحبه الخمول التجمع اللي يحصل في اجتماعات المؤسسة النقد والبنك الدولي يعني تجمع كبير يحضر تقريباً 10 ألف فرد من ضمنهم وزراء مالية رؤوس البنوك المركزية كبار المسؤولين في أكبر البنوك في العالم فأحنا نرى أن هذه فرصة ثمينة لتسليط الضوء على القطاع المالي في البحرين وقدرتنا على أن نبرز مميزات القطاع المالي في البحرين منتدى استثمر في البحرين خطوة دائماً ما أثبتت جدواها في تقليص الفجوات الاقتصادية والتصدي لكل ما من شأنه نهض باقتصاد وطني لا تعتريه الشكوك في جدارته وكفاءته وحتى قوته ترجمة نانسي قنقر